يعني أتكلم كخطوات حوكمة داخل الدولة والنظام الحكومي اليوم أليس من الأجدر أنه نبدي بيها مثلا في وزارة المالية مثلا يعني الوزارة المالية وحدة من التحديات التي تواجهنا بموضوع الحوكمة هي القوانين والتشريعات يعني مثلا أحنا ما عندنا المعاملة المالية حتى تصرف الأموال لازم يكون الأصلية الأصلية اللي عليها الهامش الأصلية اللي مرسنوه بخطة الإيد هذا يقودنا إلى تساؤل آخر اللي هو أنه اليوم مع تطبيق الحوكمة الألكترونية في الحكومة العراقية هل ممكن نبدي نحتاج استحداث لبعض القوانين للتعامل مع هذه التطور؟ وحدة من الاحتياجات الأساسية هي الإطار التشريعي احنا عدنا قانون التوقيع الألكتروني إن شاء الله وزارة الاتصالات انجزتها وقريبا ينطلقون إن شاء الله حتى نبدي نطبقه في بعض المؤسسات قد نواجه مشاكل تتعارض مع قوانين هذه المؤسسة مثلاً كاتب العدل يقول لك لا أنا حتى لو عندك توقيع الكتروني حتى لو موثوق أنا القانون يقول لي لازم يحضر فلان أشوفه بعيني نوعاً لقولتك أريد النسخة الأصلية أريد الأصلية فهنا لازم أكد تدخل تشريعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر